بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم في حديث عظيم جدا ورائع يجعل حياتك كلها أمن وسعادة واستقرار ونجاح يقول صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته الإحسان يعني التحسين يعني الإتقان يعني أن يفعل الإنسان أعلى درجات الجودة والإحسان ده أعلى درجات الجودة وأفضل حاجة إحسانك مع الله عبدالجل كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم في تعريف الإحسان مع الله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أعلى مرتبة مرتبة الإحسان فوق مرتبة التقوى على الفكرة أقل لها مرتبة التقوى ثم مرتبة الإيمان أعلى درجات الإيمان اللي هي الإحسان ان تعبد الله كأنك تراه وده الاحسان مع الله عز وجل وده يعتبر مرتبة عالية جدا ان شاء الله قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان الاسان يحسن في حياته كلها اول حاجة يحسن مع الله عز وجل لانه ان احسن مع الله سبحانه تعالى يعني كل شيء سيتحسن امامه لان الله عز وجل سيتولاه برعاياته ورحمته وفضله وكرمه اللي هو ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور يبقى اول حاجة الانسان يحسن مع الله عند وجل بعد كده يحسن مع المقربين الأم والأب طبعا لهم الرعاية ثم الأرحام ثم الأقارب ثم الأقرب فالأقرب وبعد ذلك يحسن إلى كل الخلق كل الناس لأن جبر الخواطر والإحسان إلى الناس وتقديم الخير لهم من أعظم التعاط عند الله صلى الله عليه وسلم إن أفضل أعمال عند الله وأكثرها أجرا وأكثرها مسوبة أن تقدم الخير للناس أفضل أعمال عند الله أن تدخل السرع على المسلم بالكلمة الطيبة وحتى الحيوانية حتى الحشرات خاتمة الحديث مهم جدا لما تيجي تقتل حشرة أحسن في ذلك تضربها بدربة واحدة حتى لا تعذف تأخذ أجر فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبعتم فأحسنوا الذبحة رغم أنت لما تيجي تزبح مثلا طائر أو تزبح زبيحة معينة لتأكلها هو سينتهي إلى الموت ولكن المسلم ينبغي أن يكون محسنا في كل شيء فإذا ذبعتم فأحسنوا الذبحة لما تيجي مثلا إيه تزبح مثلا فرخة يبقى المفترض في هذه الحالة أن أنت تحد شفرتك كما أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى لا تتألم حتى لا تتوجع بذلك فتأخذ أجر رغم أنها إلى موت وإلى نهاية وحتى الحشرة سبحان الله حشرة شيء مزموم تضربها بدربة واحدة تأخذ أجر أكثر فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبعتم فأحسنوا lower وتحسن في عملك يعني تعمل عملك بدقة يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا أعمل أحدكم عملا أن يدقنا كلما تدخن العمل يبقى في بركة والحق القواعد الأساسية اللي قامت عليها البركة عشان ربنا بارك لك هو أن يحبك الله عز وجل وأن يرضى عنك وربنا عز وجل يحب الإيه الإنسان كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا أعمل أحدكم عملا أن يدقنا والقواعد الأساسية اللي قامت عليها البركة إرضاء الله عز وجل أن يكون الله عز وجل راضي ويبارك أكيد ما فيش رضا ربنا عز وجل غير راضي لن تكون هناك بركة ثم أداء الحقوق الظلم ده العزب الله بيمحق البركة والإحسان في العمل هذا الذي نعنيه أن تكون دقيقا في عملك لأن الأعمال التي لا تؤدى بغير إحسان وبغير دقة بتكون فاشلة وهذا يضيع البركة لأن من الأخذ من الأسباب والأخذ من الأسباب يعتبر من أركان التوكل على الله سبحانه وتعالى بعض الناس يظن أنه متوكل ولا يأخذ بالأسباب طبعا هذا خطأ يعني بغير أن يأخذ بأحسن الأسباب وكان صلى الله عليه وسلم وهو سيد المتوكلين كان يأخذ بأحسن الأسباب كما ذكر ابن القيم قال كان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يختزن طعامه لمدة عام وهو سيد المتوكلين آخر حاجة بقى التوافق وعدم النزاع هذا يؤدي إلى تحقيق البركة إن شاء الله ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين موسيقى 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 موسيقى